وضعت إدارة نادي قلت الصراعي بعد اجتماعيها مع مدرب الفريق وضعت دول الجزيرة صفيا في غولي ضمن قائمة العيبين المعروضين للبيع حيث طلب مسؤول الفريق في غولي بالبحث عن نادي يلعب له بعد اتخاذهم قرار موحد مع مدرب الفريق فتح تيريم حيث جاءت هذه الخطوة مشابهة لما فعلته إدارة النادي مع المغربي يوسف بالهند